عقدت اللجنة العليا لرعاية السجنة ومساعدة المعصرين اليوم بصنعها اجتماعا لها برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة محمود عبدالقادر الجنيد وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة للإعلان عن اليوم الوطني للسجين والذي يهدف إلى تعزيز تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لمساعدة السجنة وبخاصة المعصرين منهم وتعميق مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل الذي أوصى به ديننا الإسلامي الحنيف بهذا الخصوص الاجتماع استعرض إنجازات اللجنة خلال الخمس سنوات الماضية من والتي كانت خاصة بالمساعدات المالية التي قدمت اللجنة في شهر رمضان الكريم خلال الفترة من 2011 وحتى العام 2015 للسجناء المعصرين والبالغ مليارا واربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسين ألفا واربعمائة وتسعة وستين ريال الاجتماع تناول السبل المثلى لتحسين الوضع المعيشي والصحي داخل السجون وما تقوم به السجون من أنشطة لتأهيل وإصراح السجناء بهدف دمجهم في المجتمع شكرا